بعد أربع أشهر تقريبا ستنطلق أحد أعظم تظاهرات عبر التاريخ واللي كيتابعها الناس حول العالم كامل وهي الأولمبياد تظاهرة اللي ما شفناش فيها المنتخب منذ نسخة 2012 لكن هاد المرة غدينتابعوها بطعم خاص لأن منتخب أقل من 23 سنة غد يكون مشارك فيها من بعد ما حقق بطولة كأس إفريقيا المنتخب اللي كنتظر منه الجمهور المغربي الكثير ولن نرضى بمشاركة مشرفة خصوصا أنه إدناجي القوي من اللاعبين وكل الظروف ملائمة باش يديروا بطولة كبيرة لكن السؤال المطروح هنا وش المنتخب الأولمبي واجد شنو واقع بين المدرب عصام الشرعي وواليد الرقراغي وما هي وضعية المنتخب الأولمبي حاليا هادو بالإضافة إلى العديد من تفاصيل اللي غدكتشفوها معي في هذا المقطع فما لك إلا تكمل معي حتى الآخر لكن قبل ما نبدأ ستسمحوا لي نقدم لكم بسرعة سبونسور هذه الحلقة وندخلوا في الموضوع مباشرة سبونسور هذه الحلقة هو شوبي فور تيفي واللي كنشكرهم شخصيا من بعد ما حلو لي مشكل مشاهدة جميع المباريات بجودة عالية هما يوفروا لك اشتراك شهري أو سنوي كتخدمه في أي جهاز عندك وهكا تقدر تفرج في جميع القنوات بدون السيتناء وآخر الأفلام وسلسلات وتأيقيات إلى غير ذلك وهذا الشي كامل بحساب واحد فقط وبتمان مناسب جدا بغي تفهم كتر تواصل معهم عبر رقم الواتساب اللي في شاشة أو في أول تعليق وغد تستافد من شهر مجاني مقدم من طرف قصة بطل أولا خصنا نكون متافقين باللي الأغلبية غير راضي لمدرب المنتخب الأولمبي عصام شرعي لتعرض الانتقادات كتير بسبب تواضع آداء المجموعة والصورة السيئة اللي ظهروا بها في توقف الدول الأخير لشهر نومبير واللي لعبوا فيها مبارتين وديتين وحدة ضد أمريكا لرغم الانتصار بهدف إلا أن الآداء كان ضعيف بزاف والمباراة الأخرى كانت خسارة مذلة بثلاثة الصفر ضد منتخب دانيمارك اللي كانوا لعبوا بفئة أقل من 21 سنة فقط وبالرغم من ذلك تفوق علينا نتيجة وآداء صراحة النتيجة كانت كارثية وصادمة تقدر تقول لي أغلبية اللاعب الأولمبيين كانوا مع المنتخب الأول لكن رغم ذلك رأي الأسماء اللي كانت بالقيمة ديالها كانت قادرة تربح دانيماركو بسهولة المهم الفترة المقبلة غتكون حاسمة في مصار المدرب اللي غادي بغي يقنع الجميع ويزيل كل الشكوك ويحافظ لما كانت في قيادة المنتخب قبل أشهر قليلة من الحدث الأولمبي عصام بتوافق مع الجامعة اختاروا يقوموا بمعزكر تحضيري في توركيا وتحديدا بأنطاليا في شهر القادم لغادي يشهد مقابلتين وديتين الأولى ضد أوكرانيا في 22 مارس والثانية أمام منتخب ويلز في 26 من نفس الشهر وصراحة هذا غيكون اختبار حقيقي العصام خصوص المباراة ضد أوكرانيا لن تكون سهلة لأن هذا المنتخب كان ضمن ثلاث منتخبات لتأهلت إلى الأولمبيات من أوروبا لذلك غادي يكون خصم قوي واختيبار حقيقي لإمكانيات المنتخب الأولمبي لكن كل الظروف غادي تكون ملائمة لتصحيح الأخطاء السابقة والظهور بشكل أفضل في التجمع الاستعدادي المدرب عصام الشرعي طائح في موقف صعب جدا عليه ضغوطات كبيرة بزاف سواء من الشعب المغربي اللي ما غاديش يتقبل فشل آخر في مسابقة كبيرة وأيضا كابوس الإقالة من طرف الجامعة الملكية المغربية في حالة المنتخب الأولمبي مظهرش بمستوى جيد في هاد المقابلتين الوديتين واللي يزيد صعب الأمور في تسيير المرحلة القادمة هو أن ركائز المنتخب الأولمبي كالتواجد مع المنتخب الأول كشادي رياض مدافع بيتيز وأسامة العزوزي لعب خط وسط نادي بولونيا الإيطالي وإسماعيل السيباري نجم أيدهوفن وريتشاردسون لعب نادي ريمز وبيلال خنوس موهبة جينك وعبد الصمت الزلزولي هاد شي بلا من حسبه مثلا نائل العناوي وإلياس أخماش اللي ديرهم واليد في المخاططات ديالو وناوي يعتمد عليهم في الشهر القادم إذا السؤال المطروح وشواليد مستعد دخلي هاد اللاعبي للعصام الشرعي شخصيا كان أعتقد لا وضيات وليد أيضا صعبة جدا ورغم تجديد ثقة فيه من طرف الجامعة إلا أنه كيبقى مهدد بالمغادرة في حالة ما كانش تغيير في المستوى والآداء في المباريات القادمة لذلك وليد غادي بغي المجموعة ديالو كاملة بدون نقص لإشكال هو أن المدربين بجوج كيدوزهم اللحظات صعبة وتواحد ما غادي بغي يضحي بما صاره علاق بالآخر وليد بعد الفشل الإفريقي بساح الهاج غادي بغي يمحي الصورة السيئة في المقابلات الودية ضد منتخب أنجولا يوم 22 مارس بأقادير وأمام منتخب موريتانيا يوم 26 مبارتين تم اختيارهم بعناية جدا لأن هاد النوعية من المنتخبات هو من اللي قمعهم وليد صعوبات وبجوجهم قدموا كأس إفريقيا في المستوى وماشي خصوم اللي سهلين لذلك هاد المقابلتين عبارة عن امتحان جديد لمدى تطور أفكار وليد وتغيير الخطط ديالو أما عصام الشرعي كذلك أي نتائج كارثية في معزقر تركيا تعني احتمال كبير الإقالة صحيح أن أهم مصابقة في المدى القاسر عند الجامعة هي الألعاب الأولمبية ولكن وخاكك ماشي من السهل إقناع وليد بالتخلي عن 6 أو 8 لاعبين بغي يدخلهم مع المجموعة ويزيدوا يكسبوا الثقة مع المنتخب الأول الجامعة كذلك ممكن تدخل فضل وضعية وتعطي الأفضلية لمنتخب الأولمبي في الوقت الحالي ولكن كيفما أكدنا في ضل الضغوطات الممارسة على وليد الرجراجي من الإعلام والجمهور اللي ما غاديش يتقبل نتائج سلبية في المبارتين الوديتين فصعيب على وليدي تخلى مثلا على الزلزولي أو الخنوس والصيباري وشادي رياض اللي غادي يكون خليفة غانم سيس وخاصه يعطيه دقائق أكتر ويوجده الكأس إفريقيا 2025 وريتشاردسون والعزوزي اللي ممكن وليدي يبدل النظام لبليه مخدامش في ساحلاج ويلعب بمحورين في خط الوسط مثلا لذلك هناك احتمال كبير يدخل واحد فيهم في التجمع القادم بجانب سفيان أمر عبط شخصيا كنشوف أنه الآن خاص يكون اهتمام وتركيز في المنتخب الأولمبي فقط أولا لأنها تظهورة كبيرة بزاف وتاريخية يعني فرصة جديدة في الزراية المغرب بحدث عالمي ونعطيه صورة زوينة على بلدنا ولما لا إنجاز تاريخي آخر فرغم أن مشاركة المغرب تاريخيا في المسابقة الأولمبية كتبقى مقبولة بالنجاح في التأهول في سبع نسخ سابقة وهيكون الحضور القادم بفرنسا هو الثامن لينا لكن في المشاركات السابقة ماقدرناش نتجاوز الدور الثاني باستثناء نسخة 1972 في دورة ميونيخ اللي حققنا فيها التأهول إلى دور ربع النهائي أما آخر مشاركة لينا كانت سنة 2012 بلندن وفشلنا في خطف بطاقة التأهول إلى ربع النهائي رغم امتلاكنا الجيل الرائع أنا داك لذلك هذا الجيل القوي اللي كان امتلكه الآن خاص يحقق إنجاز تاريخي فالتظاهرة هذه من جهة ومن جهة أخرى المنتخب الأولمبي ومستقبل المنتخب الأول تقريبا بنسبة 80% خصوصا أن في الأولمبيات غد يشاركوا ثلاث لاعبين من المنتخب الأول مثلا ياسين بونو حاكيمين نايف أغريد أو أمراباط أو أناحي إلى غير ذلك يعني المنتخب اللي غد ينشاهدوا في الأولمبيات تقريبا غد يكون نفسه في كأس إفريقيا الفين وخمس وعشرين مع تغييرات بسيطة أما وليد فخاص يخلي اللاعبين الأولمبيين لعيصان مش سرعي ومنها تكون فرصة مزيانة باش يستدعي لاعبين جداد ويمنحهم الثقة كانت منها تعطيوني الرأي ديالكم فضل النقطة واش تبغيوا اللاعبين الأولمبيين يبقاوا مع وليد الرقراقي ولا يمشيوا المنتخب الأولمبي ويوم عشرين مارس القادم غدي يكون موعد جد مهم غدي نتعرفوا فيه لخصومنا في دور المجموعات بالأولمبيات لغاية تحتضنها عاصمة الأنوار باريس بداية من يوم ستة وعشرين يوليوز إلى غاية حضاش غوشت من السنة الحالية الفين وربع وشرين شكرا لكم محبي قصة بطل على المشاهدة مونير يحييكم إلى اللقاء